هذا الحبيب عزيزي أولا سأذكر ما هو ثلبي في هذه القراءة هذا الحبيب أولا ربما هناك طرف آخر سبب المعاناة هو أن هناك طرف آخر كذلك هناك مسافة جسدية ربما البعض منكم قصيرة لكن البعض الآخر هناك مسافة طويلة هذا الحبيب قال لك كلام جارح أو تصرف بطريقة غير ناضجة وأنت يعني هذا التصرف وهذا الكلام أثار غضبك أثار غضبك طبعا أنت حزين لكن أنت تعرف ذلك سنتكلم عن الحبيب ماذا فعل وماذا سيفعل أخا أنت بسبب عظم النضج هذا الحبيب أنت هربت أخا أو هو ارتكب خطأ فرحل نعم هذا الحبيب أصر يعني هو قال لك كلام جارح قال لك كلام يعني أثار غضبك وكلام يعني جارح يعني كلام لكن لكن هذا يعني الشخص الذي لا تهمه نعم يتصرف يعني يتجاهلك نعم الإنسان عندما يعني لا يحبك لا تهم يتجاهلك يعني لا يقول لك لا كلمة ولا كلمة يعني لا يضيع طاقته فيك أنت أخا لكن هذا الحبيب رغم تصرفه الغير الناضج والمجنون يعني تصرف بحل حمق أخا هو هناك عواطف ومشاعر جميلة هو حبيب الروح توأم الروح تتكرر يعني لا شوفوا انتهينا بالعشق وبدأنا بالعشق والحب والعطاء وربما هناك حتى أطفال وخا وهنا تدخل ربما طاقات سلبية وخا في هذه العلاقة هناك طاقة حسد وخا إذن تكلمنا عن يعني أسباب هذا يعني هنا مشاكل وغضب إلى آخره وخا هذا ما حصل بينكم وهذا سبب الدموع وهنا كان مسافة هذا الحبيب ذهب أو أنت هربت من تصرفه وخا لكن هذا الحبيب عزيزي أو عزيزتي ينتظر يعني هو مرحب طاقته مرحب وخا هو يريد العطاء وخا يريد العطاء يريد أن يفرح معك وخا يريد بداية معك هذه يعني كارت يعني لنيون يعني يعني يجتمع الحبيب والحبيبة هذه وشوفوا يجتمع الحبيب والحبيبة وما فوقها هو الحبيب والحبيبة العشق وخا البعض منكم ربما كنتم متزوجين والبعض الآخر ستنتهي نهايتكما بالزواج من كان متزوجا سيعود ومن لم يكن متزوجا أني لكن بلاتي أنا فقط أتكلم بطريقة عامة قالي أني ما أشوف ما أراه ما أشوفه لا أسفة ما أراه في يا الله ما أراه في الكرد المهم أسفة هذا الحبيب عزيزي مرحب ينتظرك نعم وحب المتبادل بدون شك وخا هو لكن هذا الحبيب في يدك أنت هو أأمر وهو سيلبي أأمر وهو سيطيع وخا هو ينتظر منك غير إشارة وحدة بشير مرسه في النار يعني إذا أمرتها أو إذا طلبت منه أن يرمي نفسه في النار فسيفعل يعني أنت أقوى لماذا لأن أنت طاقتك كانت دائما جميلة نعم العطاء القرم الحب النقي والصفي لكن الحبيب غير مراضيج وتصرف تصرف صبياني لكنه توأم الروح وسيعود وخا وخا يعني هو يعرف أنه فعل شي يعني ماش يعني لن تسامحه بسهولة لذلك لا يتكلم كذلك أرى طاقة سلبية حذاري طاقة سلبية وهذا الحبيب يشتاق إليك بزاف أنا كذلك أرى معاناة وخا كهنا معاناة وهذا الحبيب يشتاق إليك أو صر يشتاق يشتاق بزاف بزاف لماذا لأنه بعيد عنك أهما كانت المسافة طاويلة أو قصيرة المسافة الجسدية فهو يشتاق إليك كثيرا بزاف وخا أنت تريد طبعا بداية جديدة مع هذا الحبيب وخا تريده أن يتكلم أنت لم تفقد الأمل أنت تعرف ولم تستسلم أنت تعرف أنه حبيبك وخا ولم تفقد الأمل لأنك تعرف أنه حبيب والروح وتوأم الروح وخا والله سيجمعكم قريبا كما قلت لمن كان متزوج هذا الحبيب سيعود سيعود لأنه يحبك سهل يحبك ومن لست متزوجين هذه الحكاية ستنتهي بالزواج يعني واضح شوفوا واضح وخا ستنتهي بالزواج لكن هذا الحبيب يحتاج لأن يرى إشارة منك هو قلت أنه يخاف طبعا يخاف الزاب وكذلك اندمان على ما فعله لكن هذا الحبيب حبيبتي لا يعرف العيش من دونك لأنه يحبك والله سيجمعكم هذه كارتة روحانية تقول أن الله سيجمعكم قريبا هناك زواج وخا هذا الحبيب سيتحرك هذا ما قالته العرضة سيتحرك سيذهب لحبيبه وخا لأنك أنت حكاية يعني القصة دي يكون مكتوبة في يعني يعني لابد أن تعيشوا معا وخا لابد لابد يعني هذه قراءة واضحة سهلة يعني رغب المشاكل ورغم الطاقة السربية أنا أرى هنا الكثير من الفرح مع هذا الحبيب وخا غا نشوف ماذا ستقول لنا هذه هذا الكارت الرمزي تصير أن هناك أطفال هناك أطفال أنت لا تفقد الأمل أنت لا تفقد الأمل وأنت تنتظر هذا الحبيب أنت لن تتحرك أنت لن تتحرك فقد تتحرك روحيا وخا تطلب من الله لكن لن تتحرك لأنك أنت غاضب من هذا الحبيب وتريد أن يتحرك هو وهذا ما سيفعله وخا هذا ما سيفعله هذا الحبيب يعني سينضج هذا ما تقول كارت الأمبراطور و سينضج لكن فيما يخص حبك و سيتصرف كالمجنون لماذا؟ لأنه يحبك وخا كما قلت إذا طلبت منه ولا لا تحتاج لأن تطلب منه أن يرمي نفسه في النرف فهو يشوفه يقفز يعني الجبال و يعني المخاطر و سيضحي باللاتي كتشوفوها ولا لا لا يا الله يا كارت أرجوك ما كتبانش مهم لن أضيع الوقت أنتم فقط استمعوا لكلامي فأنا أشرح لكم الكارت هذا الإنسان سيضحي سيتصرف كالمجنون شوفوا هناك يعني هناك مسافة شوفوا الكارت سبحان الله يعني هناك انسجام وتكامل مع الأرقب هناك مشكلة لكن أنتم حبوكم قوي بزر وهذا المشكلة هو شيء بسيط فقط وخ شيء يعني ليست له أهمية كبيرة يعني لا داعي لي هذا الغضب سمحيه سمحيه فأنت تحبينه وهو كذلك يحبه وخ وهناك طاقة طبعا طاقة سلبية بينكما لكن الحب سيتجاوز كل هذه المشاكل وأنتم يعني غادي غادي تكون يعني في تواصل سيعود هذا التواصل سيعود هذا الحياة ستجمعكما من جديد وخ وهو سيدافع نعم سيدافع سيدافع و سيدافع سيخطط هو اندمان ويعرف ويعرف أنه يعني أخطأ في حقك سيتحرك تقول هذا يعني ما قلته سابقا ستتكرر صافي هو اندمان بزاف لأنه يحبك وهو يحس بأن الحياة من دونك الحياة من دونك جحيم كالجحيم شوفوا هذا الرجل يعني في جحيم كل شيء أسود وكما هناك يعني كل شيء أسود وقد أقبيح بزاف وهناك ضيد مهم أشباح وما أشيء قبيحة بزاف هذا الحبيب بعيد عنك هو يعاني يعاني كثيرا إضافة إلى أنه يحس بالندم ويحس بأنه فقد حبيبه وخ أنت كذلك تحس بنفس الشيء لكن النهاية يعني نهاية جميلة هذا الحياة شوفوا ما قلت لكم معني إذا طلبت منه أن يرمي نفسه في النار هذا مستعد وخ يرمي نفسه في النار من أجلك وخ لماذا لك يعود للحياة لأنه بدونك هو ميت وخ كانت قراءة جميلة كانت قراءة جميلة بثلاث لنرى ما هي نصيحة الرسالة السماوية باللاتي أخذ أحدا من هنا الأمال لا تفقد الأمل طبعا أنت لا تفقد الأمل لا تفقد الأمل والتوازن والعطف والإحسان وخ الأمل لا تفقد العطف والإحسان ربما أنت يعني تجاه هذا الحبيب لأنه نادم على ما فعله الأمل لا تفقد الأمل لماذا؟ لأن هكذا سترجع التوازن التوازن للحياة هي في الحقيقة كانت قراءة جميلة يعني هناك نعم بعض الطاقات السلبية بعض شكامة وطاقات سلبية وربما حتى طرف آخر تدخل لكن الحب أقوى من هذه الطاقات ومن هذا الطرف الذي تدخل وخاص يتغلب الحب على كل شيء شوفوا العزلة يعني أنت بتاعت أو هو بتاعت وهذا جيد لأنه يعني هكذا يحدث النضج وخ وهذا تقول أن تتعلموا أن تتعرفوا على بعضكم وخ يعني هذا الإنسان غير ناضج وربما هو يعني لا يعرفك جيدا ولم يقدرك وخ لكن الآن يعني الأشياء تغيرت وخ وهذه تقول قريبا قريبا سيأتي قريبا سيأتي سيأتي قريبا يعني ما تتمنى سيأتي قريبا لكن عليك أن تكون يعني صارما وواثقا من نفسك وتعرف ماذا تريد أنت تريد هذا الحبيب أن يعود فسع يعني نتكلم عن قانون الجاذبية وخ يعني أنت تريد أن يعود تريد أن يطلب منك السماع فسيفعل ذلك فقط يعني أن تكن في مكانك وخ كن في مكانك لا تفقد الأمل والأشياء والأشياء ستحدث وفق يعني ما خططه القدر وخ لا هربا ولا مفر من هذه القصة لأنه حبيب الروح وتوأم الروح وخ رغم المشاكل التي حدثت كانت قراءة يعني سلسة سهلة جميلة عجبتني بزف كان كل شيء واضح والكرت كما أنها تتكلم لوحدها وخ عجبتني بزف وشكرا على هذا التقل التي وصلتني من عزيز برج العقرب يعني أنت ما كنت تنتظره منذ زمن طويل سيحدث قريبا هذه القرط الأخيرة وخ سيحدث قريبا وخ كنت من لكم الخير وشكرا على هذه التقل التي ترسلونها لي شكرا بزر لا تنسوا أني دائما كندعي معاكم كل تعليق عفوا كل تعليق أقرأ وهو أرى أنك تعاني أو أنك تعانينا يعني أغلبية كنا نساء كنقرأ وكنشوفك أنك تعانينا أنا أدعي معكم لا دعي يعني لا تطلبوا مني يعني يعني ندعي معاكم أنا أفعل ذلك يعني من تلقاء نفسي وخ دائما أفعله أفعل ذلك دائما وخ غير كنقرأ شي تعليق هاك يعني حزين محزين كنشوف يعني أنا ضغية كنحس بالحزن ديالك أنا كندعي معاك يا الله وكنت من أن توصل لك هادي يعني هادي الإيجابية ديالي وهذا حبي يعني أنا الإيجابية شيء جميل لكن أنا أرسل لكم حبي ليس فقط طاقة الإيجابية وطع عاطفي ويعني كل أجمل ما في روحي أرسله لكم يا رب إن شاء الله يوصلكم أتمنى لكم الخير كنت بريكم بذلك شكرا